بسم الله الرحمن الرحيم الإنسان علمه البيان ماذا وجد العلماء حديثا حول حقيقة الكلام عند الإنسان؟ دعونا نتأمل البكاء هو أول لغة يتعلمها الإنسان للتعبير عن احتياجاته ويقول العلماء أن الطفل خلال السنوات الخمس الأولى من عمره يتعلم بحدود خمسة آلاف كلمة إن الطفل يمتلق قدرة فطرية على تنظيم الكلمات العشوائية فسبحان هذا الخالق العظيم الذي كرم الإنسان ومنحه هذه القدرات ولكن للأسف عندما يكبر يستخدمها لمحاربة خالقه والإفساد في الأرض وإنكار وجود الله كما يفعل البلحدون اليوم قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك سبحان الله الدراسات أيها الأحبة تدل على أن اللغة التي يتعلمها الإنسان تبدأ في بطن أمه منذ أن يكون جنينا في بطن أمه يبدأ بتعلم الكلام يتأثر بالترددات الصوتية وعندما يخرج من بطن أمه مباشرة يبدأ بتعلم البكاء بتعلم الضحك يبدأ يلتقط أي إشارة من حوله ويخزنها في دماغه ويقوم الدماغ بمعالجة هذه الحروف والكلمات وتشكيل القدرة على تأليف جمل جديدة واضحة يستطيع الطفل أن يعبر من خلالها عن احتياجاته ويبين لمن حوله ماذا يريد علمه البيان سبحان الله لذلك يقول الباحثون في مجال اللغة والكلام إن عملية تعلم اللغة لدى الإنسان تعتبر من أعقد العمليات في الطبيعة الله تعالى ماذا قال ومن آياته اختلاف ألسنتكم لغاتكم يعني ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين صدق الله العظيم حتى يتبين لهم أنه الحق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة